اشتركوا في القناة الميزان اللي رح ينتقل هو لبرج العقرب طبعا عادة لما بيجو بقولك بده ينتقل لبرج العقرب او المريخ تحديدا بيجو بقولك داخل على بيته يعني هذا البيت الحاكم لالو اللي هو الو علاقة حاكم لبرج الحمل وحاكم لبرج العقرب فعادة لما بيجو بوده يدخل على بيته بقولك بقمة نحوسته بيقمة ساعاته وهو اساسا المريخ معروف انه فيه له تأثيرات سلبية او بيحمل بعض الشحنات السلبية دائما فالان بما انه هو رح ينتقل على العقرب بدنا نشوف احنا كمان شوي هيك ايش هو سعيد ولا هو منتحس فطبعا رح يكون فيه شرح للزوايا الفلكية ايش الزوايا اللي رح يشكلها ايش تأثيرات هاي الزوايا ايش تأثيرات وجود المريخ في برج العقرب مع هاي الزوايا على هاي الابراج بدنا ندرسه ونحلله بطريقة اوسع مما كنا نعملها احنا في التوقعات اليومية يعني بمعنى اخر هذا فيديو رح يكون مخصص بس للمريخ وحركته زوايا تأثيراته ايش المتوقع العنف الجنس الامور هاي كلها اللي بتعلق فيها هاي بدنا ندرسها بشكل علمي ومنطقي اكثر من انه بس مجرد كلام على اساس انه الكل يعرف انه شو هو المريخ ايش تأثيراته ايش رح يعمل ايش اللي انا ممكن استغله من وجوده ايش اللي ممكن اتجنبه من وجوده الاوقات اللي انا ممكن اتحرك فيها الاوقات اللي ممكن اهدى فيها وفي ايش تحديدا هذا كل الحكي اللي رح ناخده اليوم في هاي الحلقة هي حلقة اولى يعني من زمان ما عملناش حلقات اخبار فلكية فاليوم حبيت اني اعمل هاي الحلقة عشان انه الكل يعرف طبي بالنسبة اول اشي للمريخ عشان نعطي صورة عنه والكل يعرف ايش هو اول ايش بالنسبة للمريخ هو دائما لما بيجي بدو ينتقل من برج لبرج هذه قاعدة الكل اللي بتابعوني بعرفوا هذا القاعدة اللي انا دايما بحكيها انه قبل بخمس ايام من الانتقال او قبل بايام هو تحديدا خمس ايام هو خلال اليوم ببلش يعطي انتحاسه من يوم بث الحلقة هاي وبيستمر لبعد الانتقال بخمس ايام فلما نيجي نقول انه هو بدي انتقل يوم ثلاثين معناته هو بلش من يوم خمس وعشرين اللي هو اليوم بلش يعطي تأثيرات سلبية ورح يستمر ما بعدها خمس ايام طيب هاي التأثيرات السلبية دائما بتتركز على ايش بما انه هو الو علاقة بالنار والو علاقة بالعنف فهو دائما بصير بالفترة هاي اعمال مشاحنات مجادلات غضب قرارات عنيفة بصير فيه ايش اللي هو علاقة بالحوادث بالتفجيرات بصير فيه نوع من الاغتيالات بعض الاشياء اللي لها علاقة بالدم بما انه رح يدخل على برج مائي وعلى بيته تحديدا فمعناته فيه ايش اللي علاقة بالجو وبالمناخ وبالماء فيه اضطرابات رح تصير في الجو في هذا الخصوص في بعض دول العالم بما انه كوكب المريخ هو المسؤول عن الطاقة عن النشاط عن الجراءة عن الحب المنافسة عن الرغبة الجنسية عن القدرة الجنسية ومن سلبياته انه بيعمل الجدال والقسوة والتسرع وبرضه بيعمل ضعف جنسي عند بعض الاشخاص فاول شغلة بدنا نشوف احنا الزوايا الفلكية اللي رح يشكلها ونحاول انه برضو ندرسها من خلال الخارطة الفلكية عشان نركز عليها بشكل اكبر منيجي منتفرج هنا اول اشي عندنا اللي هو يوم 10-11 اللي هو التاريخ خان منلاقي انه هو رح يشكل عندنا زاويتين الزاوية الاولى انه هو يوم 10-11 رح يكون مقترن اقتران ما بينه بين عطارد رح يشكل زاوية اقتران وهذه يعني قوية وفي نفس اللحظة هو بلش يعمل زاوية تقابل يعني الاثنين هدول بلش يعملوا زاوية تقابل مع اورانوس الآن الزاوية مع اورانوس هاي زاوية غير مكتملة فما رح نحكي عنها ولكن تأثيراتها بتبلش برضو مع هاي زاوية الزاوية الثانية اللي رح تصير هي زاوية الاقتران اول اشي حكينا عنها وزاوية التربيع اللي رح تصير ما بينه بين زحل اللي رح يكون على نفس الدرجات فعشان هيك بنلاقي انه زاويتين في نفس اليوم هذا امر صعب رح نشرحها يعني كل اشي وتأثيراتها واشي الزوايا هاي رح نحكي عنها الآن يوم سبعتاش برضو في عنا زاوية اللي هي هاي زاوية اللي حكينا عنها ولكن رح تكون مقابلة تماما رح تكون ما بين المريخ وما بين اورانوس اورانوس اللي له علاقة بالمفاجآت والثورات والانقلابات والمريخ اللي له علاقة بالعنف فهذول اثنين مع بعض بدهن يتقابل وبرضو هاي زاوية سلبية طيب معناته في احداث من بداية الشهر رح تبلش معنا بأشياء يعني عنيفة شوي يوم تسعة وعشرين احداش هاي مشينا لتسعة وعشرين احداش منلاقي تسعة وعشرين احداش في عنا زاوية ايجابية رح تتشكل اللي هي زاوية التثليث هاي الزاوية رح تكون بين المريخ اللي موجود هون وما بين نبتن هاي الخط الاخضر هاي اسمه تثليث هاي عليه مثلث هاي زاوية ايجابية الوعلاقة هاي بالعاطفة بالاحلام بالاوهام رغم انها زاوية ايجابية لانها رح تعطي بعض الصفة يعني بعض التأثيرات البسيطة لانه هو بكون يعني انهى يعني زي ما انتم لاحظين ما في اي زوايا لا تربيع الا تربيع هاي الاولى اللي هما بينه وبين المشتري بلشت تتشكل زاوية غير مكتملة معناته فيه لها تكملة رح تستمر هاي الزاوية بدايتها ولكنها مش مكتملة يعني نسميها احنا تربيع منفصل مش تربيع متصل الان لو جينا اطلعنا بنشوف على المريخ وانا في المنطقة هاي معطيني انه نسبة الحظوض عنده عالي جدا مكتسبي خمسة عشر والذاتية خمسة في المية انا ما باخذ بهاي الدراسة صحيح هذا برنامج عالمي اه وكثير من الناس بستخدموه ولكن انا حبيت استخدموه نفسه لانه صار مألوف لدى الجميع فاي برنامج بتفتحه انت ممكن انك انت تقدر تدرس من خلاله كل شي وتعرف كل شي انا ما باخذ على هاي الدراسة ليش لانه صحيح انها مفتكات الزوايا وزاوية تربيع بعطيني شوية حظوض ولكن بشوف انه لا نسبة الحظوض لسه مش بال بالاشي اللي انا بدي اياه فيه فيه تضارب بالحظوض ما بين الزوايا اللي كان مشكلها زوايا اللي لسه ما زالت فعشان هيكي برضو هاي النقطة بناخذها بعين الاعتبار الان نمشي يوم ستة الشهر برضو في عنا يوم ستة شهر زاوية تسديس راح تصير المريخ راح يشكلها اللي هي ستة اتناعش زاوية التسديس هاي اللي هي بين المريخ راح تصير وما بين بلوتو هاي زاوية قائمة طبعا هو عامل اكتر من زاوية لكنها منفصلات انا ما باخذ فيها انا بدي زوايا طبعا هو تأثيرها بيبلش من قبل بأيام وبعدها بأيام وكلها راح نشرحها هاي زاوية التسديس برضو زاوية ايجابية قوية راح تكون ولكن صارت زاوية التربيع المشكلة هاي زاوية اقوى بالتأثير لانها صارت ظاهرة يعني بمعنى اخر صارت المنفصلة شبه متصلة بمعنى اخر طيب الزاوية الكاملة اللي هي اساسا نقولنا بين المريخ وبين المشتري راح تكون يوم ثمانية اطناش وهي زاوية التربيع سلبية برضو راح تكون وبكون المريخ وصل لدرجة ستة وعشرين يعني اخر الدرجات فهي اخر الزاوية اللي راح تكمل معا قبل الانتقال ما بين المشتري اللي لعلاقة بالمال وسوق المال والامور هاي وما بين المريخ برضو راح يأثر فتأثيراته راح تكون لها علاقة بالبورصة والأسهم راح نحكي برضو عنها بالتفصيل فعشان هيك حبينا انه نشرحها بطريقة انه كيف بتكون على الخارطة الفلكية ايش يعني زاوية التثليث هي هاي الزاوية زاوية التثليث اللي هي الزاوية اللي بتكون اخضر اللي هي الزاوية الايجابية والاحمر اللي هو بيجي اللي هو الحامي او بمعنى اخر الحاد او الخطير واللون هذا النهدي اللي هي المقابلة اللي هي بتيجي اقل نحوسة من التربيع ولكنها برضو زاوية منتحسة وصلت الصورة طيب خلينا نرجع نشوف احنا ايش الزاوية هاي وايش تأثيرات الزاوية هاي وييش راح نستفيد من كل الكلام اللي احنا حكيناه خلينا نسكر البرنامج ونرجع على النوت عشان ما اخبص الدنيا وانا بحكي لانه الكل دايما بقول لي انت لما بتسترسل بصير في عندك بعض الخربطات اليوم ان شاء الله انه ما يكون في بعض الخربطات ولكن انه عيني ما راح تكون على الكاميرا بحاول قدر الامكان لاني بدي اشوف النوت اول زاوية قلنا اهي يوم 10-11 اللي هي زاوية عطارد الاقتران مع المريخ والمريخ اللي راح يشكل زاوية تربيع ما بينه وبين زوحل وهدولا الزاويتين زي ما حكينا زاويات سلبية تأثيرهم راح يكون يبل ما انها تبلش الزاوية اللي هو زي ما حكينا يوم 10 بتكون الزاوية ماشي ولكن قبل بخمس ايام في زاوية منفصلة هي اكثر من خمس ايام يعني سبع ايام لانه هو بعد سبع درجات قبل وسبع درجات بعد احنا بنوخذها خمس ايام بتبلش حماوتها يعني انه حماوت الزاوية هاي تصير بما انه عطارد اول اشي بدنا نشوف اول اشي عطارد اللي علاقة بالنفس والاتصالات والمواصلات والفكر والتواصل بما انه بدي يسوي زاوية اقتران معناته هنا بسود شعور بضيق الصبر عند بعض الاشخاص فما منتقبل النقد كلنا وممكن انه نثور بشكل مبالغ فيه بالفترة هاي وحتى ابتصل الامور بردات فعلا انه ممكن نكشف عيوبهم واخطارهم طيب الان الزاوية التربيع اللي ما بينها وبين زحل هي هون بتزيد المواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي ممكن تخلف مشاكل عديدة طبعا هاي تأثيرات ككل على العام منلاقي انه بتزيد عنا العصبية لازم انه نتملك عصابنا ضبط النفس عند التعامل مع الغير وتتجنه بالمواجهة ما مكانت بيتفاقم اي شعور بالملل وبيتحول لامتعاد داخلي وبينعكس على علاقاتنا مع الغير بما انه عطارد والمريخ وإلو علاقة بالمواصلات والاتصالات فبهاي الفترة بصير فيه ضغط على امور التواصل السيارات التنقلات انتبهوا حاولوا تتفقدوا سياراتكم ما تتهوروا باثناء القيادة اثناء الحركة من الاصابات من ردات الفعل حتى بالتواصل العصبية والحدية بتكون موجودة الزاوية اللي رح تصير يوم سبعتاش احداش وهي زاوية التقابل مع اورانوس انا بشوف هي الاخطر بما انه رح يشكل زاوية التربيع وزاوية التقابل والثنتين رح يكون مؤثرات فتأثيرها مع اورانوس بصير قبل بسبع ايام وبعد بسبع ايام يعني بمعنى اخر من يوم عشرة احداش ولغاية اربع وعشرين احداش من شاء هاي تأثير الزاوية بيكون في نوع من انواع التردد والخوف في اتخاذ قرارات حاسمة بهاي الفترة وهذا الاشي بجعلنا غريبي الاطوار وعانفين وبسبب شقاق عاطفي لدى البعض وبشتكي بعض الاشخاص من تقلبات في المزاج الجنسي يعني نوع من انواع الضعف وعدم القدرة على الاداء الجنسي فهاي الفترة هي من تأثيرات المريخ مع اورانوس اللي بيعمل للتقلبات والمفاجآت مش اشياء عضوية او اشياء مرضية يا هي عوامل نفسية عشان هيك ما نقول لكم انه هاي النقطة هسا بالنسبة لأموره كدوليا ايش بيعمل بدل على احتمال الوقوع حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات او وقوع طائرات دائما لما بيكون مع اورا نفسك بيعمل ايه حوادث في السك الحديد زلازل العواصف ممكن يصير فيه نوع من انواع التمرد او الانخلاب العسكري او التهديد العسكري بتم عزل او قتل احد الاشخاص الاعلام او المشهورين بنشهد مظاهرات او اضرابات في القطاع الصناعي والصحي وهذا ممكن يتسبب لنوع من انواع القمع وخصوصا القمع للحرية ممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية او جنسية بالنسبة للزاوية الايجابية اللي هي يوم 29-11 اللي هي تثليث ايجابي بين المريخ وبين نبتون وهاي تأثيرها رح يكون من يوم 22 لغاية 5-12 من يوم 22 الشهر 22-11 لغاية 5-12 رح يكون لها تأثيرات موجودة بيكون عنا نوع من انواع التركيز او التركيز العالي لدرجة انهم ممكن نكشف اي شخص بيحاول انه يكذب علينا او يخدعنا كما هاي الزاوية بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة ما وممكن نحقق من خلالها انجازات علمية او عملية ممكن يصادف في هذا الوقت تحديدا اللي هو من يوم 22-11 لغاية 5-12 اعلان عن بعض التطورات العلمية في مجال الطب او العقارات الطبية طيب يوم 6-12 في زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين المريخ وبين بلوتو هاي تأثيرها رح يكون من يوم 1-12 ليوم 12-12 هي اوجها يوم 6-12 هاي زاوية بتجعلنا شوي نكون خجولين وممكن انه نرد بنوع من انواع العنف الشديد على الاشخاص اللي بيحاولوا يثيرون لانه برضو في تشكيل لزاوية حادة حكينا ما بينه بين اورانوس هاي والمشتري كان ببداية تشكل الزوايا فرد العنيف ممكن يكون في هاي الفترة وارد فبتكون تنتبهوا من ردات فعلكم اما بالنسبة ليوم 8-12 اللي هي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين المشتري رح يكون تأثيرها من يوم 12-12 ليوم 14-12 ممكن يحقق البعض تقدم على حساب الآخرين يعني بمعنى آخر ممكن انت تكون في وظيفتك او في عملك تلاقي انه انت مثلا تقول والله لو نعمل كذا 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 هاي لمصلحة الشركة تلاقي الموظف اللي معك هذا صديقك يروح ينط عند المدير يقول له لو نعمل كذا 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 او انت تتعب على ملف معين مثلا بتلاقي صاحبك اخذ الملف هذا وراح قدمه او مثلا انت بتسعى للتعرف على شخص معين ولكن بتلاقي واحد سبجك بالطريق وتعرف على هذا الشخص جبلك وعمل عليك زي نوع من انواع الكنترول على اساس انه ما تتواصل مع هذا الشخص بتكون تتوقع هاي الامور اما بالنسبة للتأثيرات الدولية بتتعرض في هاي الفترة المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لا نوع من انواع الاضرابات او التمرد بسبب سوء التدبير او بسبب تخصيص الدولة ميزانية اكبر للشؤون العسكرية وهاي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا ممكن تتعرض لعراقين وما بيتم التواصل لا اتفاق فيها في هاي الفترة ممكن يعلو شأن احد الدعاء او رجال الدين او المعارضين ويلقى تأييد شعبي كبير هاي الفترة ما بتصلح لاي مضاربات مالية وخصوصا للاشخاص اللي بيشتغلوا بالسوق المالي بورصة اسهم مضاربات بالفترة هاي لانه المشتري والمريخ فنلاقي انه رح يصير فيه فوضى بالارتفاع والانخفاض بالاسعار واشياء مفاجئة مش متوقعة فعشان هيك برضو اللي بيشتغلوا في هذا السوق بدهم يتغلوا فهنا بنجد انه اغلب الوقت انه المريخ في برج العقرب رغم انه في بيته بشكل زوايا تربيح حادة فهاي زوايا الحادة بتضعف من ساعاته فعشان هيك لازم يكون فيه تحذيرات لكل الابراج ايش اهم النقاط اللي انا بدي انتبهلها وايش اهم النقاط اللي انا بدي اركز عليها طبعا تلقائيا احنا بنقول لما المريخ يدخل على العقرب المستفيدين هم الابراج المائية والابراج الترابية يعني العقرب السرطان الحوت الثور العذراء الجدي هذول مستفيدين والحمل لانه هو كوكبه فعشان هيك هذول اللي بيستفيدوا ولكن على حسب ما انا شايف وانتو شفتم معاي انه فيه تأثير سهل بموجود معناته لازم اقتنس الفرص بالفترة هاي للاجابيات وانتبه من نفس نفسها اللي انا رح اذكرها نفسها بتاخذ ايجابياتها وتاخذ سلبياتها وبتركز عليها فعشان هيك اه منيجي 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 برج الحمل برج الحمل اهم النقاط بدهم يحذروا من الشراكة المالية الشراكات المالية لانه بيتهم الثامن هذ اه الامور اللي اللي لها علاقة بالبنوك اللي لها علاقة بالميرات بالمواضيع القديمة بالشراكات المالية بالمواريث كلها بالتأمينات بالامور هاي بتكون تتفقدوا اوراقهم بشكل كامل ما تغامروا الدخول لأي مشروع دون مراجعته وتفحصه والتأكد منه انك انت بتقدر تكمل فيه ولا لا برضو برضو مناسب انه بفتح لك مجالات للشراكة المالية ولكن بحذر بالنسبة لموليد برج التور طبعا مقابلهم تماما البيت السابع فبركز هو على الشراكات وخصوصا الامور اللي لها علاقة بالعاطفة شريكك بالعاطفة اللي هو الزوج الزوجية او اللي انت مرتبط فيه كشخص بدك ترتبط في شخص اخر وتعقد عليه وصير زواج ما بينكو هدولا بدك تنتبه من عصبيتك ما تحاول تفرض سلطتك كلماتك ما تكون مهمل في طريقة التعاطي معهم وبرضو شريك المال يعني اي شخص بتعامل معك ماليا بالفترة هاي شريك بدك تنتبه ما تفرض سلطتك عليه وتتفقد كل الامور وراه يعني ممكن يخدعك ممكن يستغفلك عشان هي بدك تكون دقيق في هاي النقطة بالنسبة لموليد برج الجوزاء هدول بما انه في البيت السادس معناته بالعمل خصوصا بعلاقتنا مع زملائنا وبرضو الو علاقة بالصحة فعشان هيك اول شغلة ما بفرض سلطتي على زملائي ما بعمل مشاكل معاهم بالفترة هاي وخصوصا نقول انه في ناس رح يطلعوا على كتافنا فانتوا معرضين للنقطة هاي وببعد عن اي خلاف او جدال الو علاقة بالعمل او اهمال او تقصير وفي نفس اللحظة بدي انتبه لصحتي لانه الصحة اهم شيء وخصوصا منطقة اسفل الظهر من الاصابات انتبهوا اثناء رفع اوزان ثقيلة او حاجيات عن الارض او تنقيل اضراض من الاصابات في اسفل الظهر او اللي هو عرق النساء او العضلات القطنية وننتصف الظهر هدولا مقابضة بالنسبة لموليد برج السرطان السيطرة على احباءهم بصير فيه نوع من انواع التواصل او نوع من انواع الاندماج بالعلاقة ما بينك وبين الاحباء بالفترة هاي ولكن بصير فيه نوع من انواع فرض السلطة او التحكم او توجيه الملامة او اللوم او الكلام الناقد للاولاد لابنائكم وبرضو في نفس اللحظة ما تبالغوا في تجربة حظكم وخصوصا الحضوض المالية ممكن انتوا اكثر الاشخاص اللي بدهم ينتبهوا من مسائل الها علاقة بالخلافات او النقاشات ما بينك وبين الاحباء بالنسبة لموليد برج الاسد تيجيهم متاعب داخل البيت مع افراد العائلة في الامور العقارية هدولا اكثر شيء بصير عندهم المشاكل اللي بتتركز في البيت والعيلة ترحيل ما دفع اجار بيجي اخلاء قضية لها علاقة في البيت مشاكل على عقار معين بدي اشتري عقار العقار هذا اوراق ومش كاملة اخذوا فلوس ما التزمش قضايا قضائية لها علاقة في البيت كلها بتتركز حتى الاعطال اللي لها علاقة في البيت وبرضو اهم تحذير انكم بتكون تحذروا لانه المريخ له علاقة بالنيران فعشان هيك بتكون تحذروا من النيران والادوات الحادة في داخل المنزل يعني هاي اهم الاشياء اللي بتكون تتفقدوها وتتأكدوا من صلاحيتها وفعاليتها غاز صوب خصوصا داخلين احنا على الشتاء صوبة غاز او اشياء زي هيك بتتفقدوها بالنسبة للمريخ طبعا بعطي دفعة لهم على مستوى امور السفر والتنقلات والاتصالات ورغبتهم بالسفر من مكان لآخر لسفريات السريعة ولكن بدهم ينتبهوا اثناء تنقلاتهم اكثر يعني من اكثر الابراج اللي بدهم ينتبهوا اثناء تنقلاتهم من السياقة المتسرعة او الانفعال او امور لها علاقة بالتهور والمغامرة بدهم يتجنبوا برضو اللي هي المواجهات وخصوصا مع اخ مع جارك مع احد افراد العائلة بدكم تنتبهوا من هاي النقطة وما تتسرعوا بهاي الكيل من الاتهامات والكلمات الحادة والانتقادات للناس اللي بتتعاملوا معهم لانه ما رح يفهموك صح وفي نفس اللحظة ممكن هاي تسبب لكم مشاكل بالنسبة للموليد برج الميزان طبعا بيت المال هنا الميزان بيستفيدوا ماليا يعني بتجيهم مكاسب مالية بيجيهم انكم بيجيهم من عمل اضافي هدايا شغلة زي هيك ولكن بالمقابل بتتصاعد عندهم النفقات بشكل كبير بصير الجاي على قد اللي رايح اذا مش اكثر فبتكون تنتبهوا من نفقاتكم من الاشياء اللي ممكن تظهر من نزوات التسور بالنسبة للعقرب هم اكثر الاشخاص اللي بيكون عندهم طاقة وجراءة عالية جدا وخصوصا الان الشمس دخلت على العقرب وبرضو هاي المريخ لاحق برضو داخل على العقرب فبعطيكو طاقة حلوة ولكن بالمقابل بتكو تضبط عصابكم اثناء التعامل مع الاشخاص اللي حواليكم العائلة الاصدقاء المعارف لانه عندك استعداد انك تتصرف تصرفات شوي متسرعة وهذا الاشي يعني ممكن يسبب نوع من انواع المشاكل بالنسبة للقوس القوس لانه بيت المتاعب بيت المؤسسات الكبيرة بدكو تنتبهوا من مسائل وبما انه بيت المتاعب وبرضو الشمس موجود في بيت المتاعب القضايا القضائية المؤسسات الكبيرة زي السجون والمستشفيات هدولا يعني حطوهم في بال ايش اللي انا قزوه في الموضوع سجون مستشفيات قضايا مناطق مجهولة ما تدخلوهاش وناس تتآمر عليكم من وراء الكواليس احذروا من هاي النقاط اللي انا ذكرتها اما بالنسبة لموليد برج الجدي بدهم يمتنعوا عن فرض السيطرة على اصدقائهم ممكن فترة هاي شوية تلاقي لانه هذا بيت العلاقات الاجتماعية سهل جدا انك من خلال مناسبة مدعو لحفلة معينة مع اصدقائك انت تلاقي انه انت بدك رأيك كل يمشي مثل ما بدك اللي شايفه انت هو الصح ومن اللي شايفينه غلط فهذا الاشي بتطلب منك انك انت تنتبه للنقطة هاي بشكل كبير وما تحاول فرض السيطرة عليهم بدك تكون مرن تضبط حالك قدر الامكان اما بالنسبة لبرج الدلو بدهم يتجنبوا الدخول بجدالات او فرض الرأي على الناس المسؤولة عنهم يعني بمعنى اخر انت في شركة بدهم اجا المسؤول معك عنك حتى لو غلطان بقولك بدي اياك تعمل واحد اثنين ثلاث وانت شايف لا انه مش واحد اثنين ثلاث هي اثنين ثلاث اربع ما تحاول تجادلوا في الفترة هاي ما تحاول تدخل بمواجهات حتى لو كنت انت على صح وكان هو على باطل بالفترة هاي بنعكس الامر بصير عليك وفي نفس اللحظة بتكون تحافظوا على سمعتكو لانه هذا بيت السمعة ما تغامروا ما تجازفوا ما تدخلوا في مغامرات ما بتحمدوا عواقبها ممكن تتسجل عليكو كنقاط ضعف وتتحسبوا عليها وتأذيكم انتبهوا لهاي النقاط وأخيرا مع برج الحوت برج الحوت بدهم يحذروا لانه البيت التاسع لألهم إذا عندك سفر يعني بدك تسافر من بلد لبلد أول شغلة بدك تتفقد أوراقك بدك تتفقد سيارتك بدك تتفقد موعد الطيارة بدك تطلع يابل موعد الطيارة على المطار ما تقول لا من نص ساعة بوصل ما في مضمون من المريخ ممكن يضيع عليك الطيارة ممكن تتأكس على التيكت ممكن يصير مشاكل في أغراضك تنساهم أو تنسا بعض حاجياتك برضو أثناء تنقلاتك بالسيارات على الشوارع المفتوحة بدك تتفقد السيارة بشكل جيد مش خوف ولكن النوع من أنواع الطمأنينة اللي المريخ ما يكون يعني بالمرصاد لألك في هاي النقطة برضو اللي عنده قضايا قضائية بالفترة هاي حاولوا بدك ترفع قضية الفترة هاي في فترة وجود المريخ في برج العقرب بقول لك انسى الموضوع أجل الموضوع ما تغامر لأنه قضيتك بالفترة هاي رح تتعركس رح تأخذ وقت أطول ممكن ما تكون لصالحة فعشان هيك يأجل القضايا القضائية لغاية ما أنه ينتقل ويروح على برج القاوس يروح على الجدي يروح على أي مكان المهم أنه يطلع من بيت القضايا القضائية لأنه بتكون ماشي لك وابتعدو عن الأماكن المجهولة يعني منطقة ما بتعرف فيها لا تدخلها منطقة مشبوهة تغامرش فيها مش يجي عبالك والله بدي أغامر بدي أطلع بدي أروح بين الجباق عحب أعمل هايكينج المرة هاي تعملهاش يعني إذا ما معك دليل للمكان أو شخص يدلك على المكان أو يساعدك في هذا المكان لا تخاطر ولا تغامر هذه أهم الأشياء اللي عنده برضو صح بالنسبة للحوت اللي عندهم امتحانات جامعية أو دراسة جامعية ادرسوا واستعدوا ما تعتمدوا على الحضوض ممكن تكون الأسئلة مفاجئة وغير متوقعة وهذا الإشي يسبب لكم نوع من أنواع المشاكل بالفترة القادمة فبدكوا تنتبهوا من كل النقاط اللي أنا ذكرتها هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لأخبار الفلكية أسأل الله إنه ما يصير إلا الإشي الإيجابي ما يصير أي إشي سلبي مش معنى أني قلت هذا الإشي أنا جازم على أنه رح يصير إحنا منتوقع ما بنتنبأ يعني هاي توقعات حسابات ما لها علاقة بكل الأمور اللي بنحكى في النهاية دائما نقول والله أعلم نعم نعرف يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر